واصل إلى فقراتنا في هذه اللحظات طب الأسرة والعمل بهذا النمط الصحي أو النظام الصحي شيء بالتأكيد يعتبر نقلة وإضافة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وعلى وجه التحديد في مديرية صحة طول كارم هنا لربما هناك أهداف ورؤية سطرت من أجل أن تطبق على أرض الواقع في خدمة المواطن بالأنمط الصحية والتسهيل عليها أيضا خارج بتأكيد في فئات معينة بيستهدفها لربما هذا النظام الصحي لكن لا نتعرف على كل التفاصيل على كل الأهداف ورؤية والية التطبيق على أرض الواقع ينضم إلينا مدير مديرية صحة طول كارم الدكتور عبد الفتاح الدركي سعد صباحك دكتور صباح الخير إلك وليست وفاء ولكل المشاهدين عبر برنامجكم الشيق طلت فجر ونبارك لكم بتأكيد حصول مديرية صحة طول كارم على مستوى الوطن بالتقييمات في المركز الثاني ألف مبارك الله يبارك بك طبعا يعني إحنا فعلا حصلنا على المركز الثاني في جودة الخدمات الصحية والبرامج الصحية المختلفة على مستوى الوطن وهذا إنجاز بنفتخر بيه بنعتز بيه بنهدي لمواطنيننا في محافظة طول كارم اللي بيستاهلوا منا كل خير وكل دعم وكل جهد أيضا ومنأمل يعني حتى إحنا بالسنة القادمة يعني إحنا أخذنا المركز الثاني كان في التأخر في معايير للمبنى لكن المبنى الجديد القائم واللي هسه وصل للطابق الرابع ما شاء الله ما شاء الله طعين شوط فيه منيح في البناء نعم يطيق بالطبع وهذا طبعا إنجاز بنعتبره مهم لأهل المحافظة لسكان المحافظة وربما دكتور عبد الفتاح هذا التطور والتمدد العمراني في التابع لمديرية صحة طول كارم هنا هو يتأتى بالضرورة بالتناسب الطرد مع التطور الخدماتي في نفس الوقت والأنظمة التي تقدمها مديرية صحة طول كارم تحت مظلة وزارة الصحة نتحدث عن طب الأسرة هو أحد هذه الأنظمة نعم طبعا إحنا مثل ما بتعرفوا إحنا دائما في وزارة الصحة ضمن رؤية ورسالة وزارة الصحة هدفنا تقديم الخدمات وخاصة في العائلة الصحية الأولية تقديم سنة الخدمات الصحية الأولية بشكل كامل لجميع أفراد المجتمع وبجودة عالية وبالتساوي وسهولة وصول المواطنين لكافة مراكزنا وخدماتنا الصحية وضمن برنامج شامل متكامل مستمر لتقديم هذه الخدمات الصحية ومن هون صارت فكرة اللي هي موضوع طب الأسرة وطب الأسرة هو من البرامج العالمية المهمة المطبق في الكثير من دول العالم المتقدم والمجاور أيضا في نفس الوقت والذي يعني بتقديم خدمات صحية الأولية بصورة شاملة مستمرة لجميع أفراد الأسرة وكافة الأعمار من كل الجنسين والتعامل مع المريض ونركز على كلمة المريض أو الشخص بالأحرى من النواحي الفيزيولوجية من النواحي السايكولوجية من النواحي السلوكية بالإضافة إلى العضوية وذلك من أجل تحقيق غياتنا في الحد من الأمراض والوقاية منها وتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين لنصل إلى نتائج حقيقية نحن نأمل أنه يتمتع فيها الإنسان الفلسطيني أنا أحب أن نوه هنا نقطة الصحة ليست غياب المرض الصحة هي عبارة عن مجموعة متكاملة من العوامل العضوية والنفسية والسلوكية وهذه الصحة الحقيقية واللي بنسميها إحنا الرفاهية الصحية للمجتمع واللي بنأمل أنه في برامج لنوصل إلها بشكل حقيقي طب مثل هذا النظام دكتور والمسمى والمعنون تحت مسمى طب الأسرة على ماذا يعتمد على تطبيقه؟ هل يعتمد فقط على الإجراءات المتخذة من قبالكم ولا لا في شراكة حقيقية على أرض الواقع مع المواطن؟ نعم طب الأسرة هو أساس يعني الأساس لب الكلام في طب الأسرة هي طبيعة العلاقة ما بين مقدمين خدمات الصحية والمواطنين في كافة عمارهم نعم وهي بتعتمد على بناء الثقة ما بين المواطن ومقدمين خدمات الصحية من اللي يكونوا مدربين على هذا الكلام ومثل ما حكيت طب الأسرة يعتمد على تقديم سلة الخدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع الأعمار بجميع المراحل يعني الملف بدو يكون للإنسان منذ يوم ميلاده حتى وفاته نعم وطبعا بدو يكون ثبات في المقدمين الخدمات الصحية لتنشأ العلاقة الاجتماعية والنفسية والصحية ما بين المواطن والطبيب مثلا كمقدم الخدمات الصحية نعم يعني أنا مثلا طبيب في بلدي أو قرية معينة ممكن عايش لفترة طويلة في هاي القرية أو يعني مداوم فيها صار عندي معرفة بالناس في تاريخهم المرضي في مشاكلهم السلوكية في مشاكلهم النفسية في الوضع الاجتماعي هذا طبعا يؤدي إلى بناء ثقة حقيقية ما بين المواطن ومقدم الخدمة الصحية مثل ما كلنا وهذا طبعا له جزء كبير جدا من العلاج والتعامل مع المرضى يعني احنا بدنا نغير الصورة النمطية للطيب أنه والله أنا جاييني مريض وأنا بتعامل مع المرض بنسى الإنسان لا الإنسان الأهم يعني مثلا نيجي مريض بشكي من صداء قد يكون من سخولي نعم قد يكون من مشكلة الضغط لكن قد يكون أيضا فيما وراء هذا الصداء نعم في مشاكل نفسية والسلوكية والاجتماعية أخرى نعم معرفة الطبيب المشبقة الاجتماعية والسلوكية ليه الفرد في الأسرة آه فهذا يسهل عليه الكثير من التشخيصات والكثير من الإجراءات اللي ممكن يكون بها يقوم بها الطبيب نعم طب يعني أشبه فعليا زي ما بنحكي لأنه أكثر من أنه مختص هو طبيب عائلة باعتباره صحيح رح يكون مثل هذا المسمى أنه عارف كل التفاصيل المتعلقة وكل الظروف المحيطة فعليا كيف رح يكون المعرفة أو الطرق الحصول على كل هذه التفاصيل لأنه أكثر من أنه تشخيص طبي مثل معاشر الدكتور وتعاون إنساني أكثر صحيح وبديك تعرفي شو عليه شكات شو عليه مشاكل كل هاي الأمور زي باعتبار أنه تضيف ضفد للطبيب كل هاي التفاصيل آه نسأل عليك جدا مهم آه عنا إحنا طبعا نشأ جديد عنا بفلسطين بس هو قديم في العالم اللي هو تخصص طب الأسرة نعم وهو تخصص مثل الجراحة مثل العيون مثل أنفذ الحنجرة وتخصص كامل يستطيع الطبيب أن يحصل على البورد الفلسطيني آه لمدة أربع سنوات من برامج التدريب والتهيئة المستمرة ضمن أشس علمي وهي البرامج اللي هي بتتعامل كيف يعني بتتناول تدريب الطبيب وتعليمه على آه برامج التعامل في منطق طب الأسرة اللي ذكرنا أنه التعامل مع جميع الأفراد كلا الجنسين طول الوقت وتشخيص الأمراض والعلاج تسعين بالمئة من الحالات والحالات اللي ما بيستطيع أنه يشخصها اللي هي عشرة بالمئة يتم بالتعامل معها وفق أصول معينة ولذلك هذا تخصص كامل موجود في أمريكا من ألف سعمية سعى وستين وموجود في دول أوروبا أيضا بفترة طويلة وإحنا حاليا خرجنا مجموعة من جامعة النجاح الوطنية من الأطباء وعندنا من طول كريم طبيبتين وهسا أيضا انتدبنا مجموعة من الأطباء من وزارة الصحة ومن عندهم من طول كريم انتدبنا أيضا طبيبتين أخرين للحصول على البورد الفلسطيني في طب الأسرة وأيضا عملنا مراكز تدريب في الظاهرية وفي بيرنبالة والمركز الثالث في دير لخصون قريبا سيرى النور بأدنبه جميل يعني هل سيكون هناك انتشار لهذا النظام الخدمات الطبي الصحي من قبل مديرياته الكريم على مستوى المحافظة أي في القرى في البلدات في المدينة نفسها نعم سيتم تطبيق هذا البرنامج هو المفروض بداية التطبيق من واحد ثلاثة هذا الشهر لكن شوي إحنا نتأخر أننا الملفات الخاصة بهذا الموضوع من الوزارة وأيضا إحنا باشرنا في التدريب الكوادر الطبية على موضوع طب الأسرة سواء كان التمرير سواء كان الصيادة سواء كان في المختبر سواء كان الأطباء طبعا أنا نخطة بس بدي أحكيها اللي هي في تخصص طب الأسرة وممارسة طب الأسرة يعني مش بالضرورة اللي بيمارس أنه يكون أخصائي مطلق لكن إحنا أيضا أخضعنا أطباءنا وسنخضعهم في الفترات اللاحقة لتدريبات مكثفة حول مفهوم طب الأسرة وكيفية التعامل معهم لأن هذا الموضوع موضوع كبير وموضوع طوير وموضوع مستمر وموضوع شامل ولذلك إحنا بنا نبدأ بالخطوات الأولى إيطاليا أنا روحت على إيطاليا وشفت النظام الصحي بلشوا بالموضوع 1975 ولازالوا بال2018 آخر قرارات كانت لتطوير الوضع وهي العملية مستمرة يعني أنا بدي أطبق في طول كريم ورح لن بدي نطبق إن شاء الله وهو طبق عنا في بعض المحافظات كبيروتي بروجيكت يعني اللي بسموها التجريبة في سلفية وفي شمال الخليل وهو بعض المحافظات الصغيرة نعم آآ وثبت نجاحه ولذلك إحنا أيضا رح نطبق عنا في طول كريم وعنا القابلية لتطبيقه آآ في بعض المعضلات في هذا الموضوع حتى نوصل للمستوى اللي بنتمنى يكون بي بالمية ولا يمكن إنه نحقق الأمور دفعة واحدة نعم إيش لطبيعة المعضلات دكتور هل أعداد الأطباء لربما هل تثبيت وعدم المداورة في بعض المناطق آآ طبعا الكادر وعداد الكوادر مهم جدا يعني مثلا لو حكينا عن تجربة إيطالية مثلا إنه الطبيب له 1500 مواطن مسجلين كثقف أعلى للتعامل معهم يعني عنا بالظروف اللي إحنا بيها اللي بنعيش فيها ظروف الاقتصادية وظروف الاحتلال وظروف المختلفة ما بتتحناش هذا المجال إحنا بنمشي حسب الوضع الموجود عنا يعني كدش تقريبا بشكل طبيب مقارنة نعم أنا مثل يعني على سبيل إيطاليا كنا 1500 بس تركيا 5000 لكل طبيب نعم فبتختلف حسب البلاد عنا الوضع أحسن من هيك يعني أنا عندي بالـ 32 عيادة في المحافظة في التجمعات السكانية المختلفة يعني عندي مثل بلدة الرأس عندي عيادة فيها وعدد السكانية تجاوز 600 نسمة لذلك إحنا يعني منتشر الأطباء في كل الأماكن النقطة الثانية من هذا الموضوع اللي هي بحاجة لبرنامج بسموه نظام المعلومات الصحية وهذا طبعا إحنا موعدين بيخلال شهرين أنه يتطبق عنه تطبيق هذا البرنامج يسهل علينا عملية تطبيق برنامج طب الأسرة بشكل حقيقي ويوفر لك بيانات رح يوفر بيانات ويوفر جهد ويوفر وقت ويوفر أيضا لوجستية حقيقية للتعامل مع المرضى وحفظ البيانات والتخلص من الملفات الكثيرة وهكذا والريكورس تبكى دائما ثابته وموجودة طول الوقت مثلا من يحكي عن الهيث انفورميشي سيستم بدو يجي المريض بفوت عند الكاتب بيسجل على السيستم على رقم الهوية بفوت عند الطبيب بدون يوراقب وكأسه موجود الطبيب بيتخذ الإجراء سواء بعالجه سواء بده تحاليل سواء بده يحوله على النظام على السيستم بشكل عام وبالتالي يعني بروح بدون يوراق والملفات وكل إشي والريكورس موجودة على منف المريض الإلكتروني لو راح على المجسشفى لو راح على أي مكان في المحافظات الأخرى بيكون الميانات موجودة هاي من جهة طبعا التدريب وأيضا هاينا بنشتغل به على مستوى وطني وزارة الصحة مهتمة بهذا الموضوع اللي هي يعني توفير أطباء مختصين بهذا المجال وأيضا عنا برامج التدريب المستمرة نعم لهذا المشروع ربما دكتور عبد الفتاح أيضا من النقاط الهامة والتي لابد من أو أنكم تركزون عليه عملية تثبيت الطبيب في المنطقة حتى يعتاد سكان المنطقة والسكان يعتادوا هذا الطبيب وبناء ثقة متبادلة بينهم أليس كذلك؟ مية بالمية وهذا هو اللي بنعمل عليه إنه وإحنا حتى هذا الكلام عاملينه من سنوات طويلة نعم من رؤيتنا لهذا الكلام وأهمية وجود الانتميسي يعني هيك العلاقة الودية نعم والثقة ما بين المواطن ومقدم الخدمات الصحية نعم فبنعمد على تثبيت الكوادر الطبية والصحية بشكل عام قدر الإمكان يعني في قرية معينة أو بلدة معينة إذا في طبيب وممرضة وفن مختبر أنا ما بجيبهم أصحة بخليهم يدعون الساعة ثمين لساعة ثلاثة ويظلوا موجودين في المكان لكن أحيانا بضيق أو قلة الكادر أو ظروف إدارية معينة ممكن يتغير مثلا طبيب أخذ إجازة بده يحل محل طبيب آخر في بعض الحالات الاستثنائية طب دكتور كيف بالإمكان مثل هذا النوع من الأنظمة الصحية الخدماتية في نفس الوقت والإنسانية أن بصراحة تساهم في علاج واكتشاف أمراض خاصة لربما يعني الفحوصات الدورية وإطلاع هذا الطبيب على التاريخ والسجل الطبي لهذا المريض ربما يساعد في اكتشاف أمراض معينة وعلاجها صحيح؟ مية بالمية وسؤالك كثير مهم ست وفاء طبعا هي من واجبات طبيب الأسرة اللي احنا بنتمناها والأهداف اللي احنا بنتوخاها أنه العلاج الشامل المتكامل لكل فرد من أفراد الأسرة لكل الأعمار اثنين الكشف المبكر على الأمراض الخطر لتهدي المجتمع ثلاث تقديم التعزيز الصحي للمجتمع أربعة الوقاية من الأمراض وعوامل الخطورة للأمراض نعم خمسة تقديم خدمات الوقاية الأخرى مثل التطعيم ورعاية الأم والطفولة أيضا علاج الأمراض المزمنة اللي هي ضمن برنامج اللي بنسميه احنا البن أبروج أيضا التعامل مع عوامل الخطورة لهاي الأمراض المزمنة أيضا رعاية الأم والطفل بشكل حقيقي نعم وتقديم الخدمات أيضا السلام البيئي دائما يعني هاي هي العناصر الأساسية اللي بنرجوها أيضا والنقطة الهامة اللي بركز عليها بناء الثقة ما بين المواطن والمريض أو بديش أسمي المريض يعني شوية لأن كلمة مريض تعمل لحساسية من بين الإنسان ومقدم الخدمة الصحية لأنه واجبه دائما بناء العلاقة هدفه دائما الوقاية من المرض أنا مش هدفي دائما أنه المريض عندي عبارة عن مرض ما ليش علاقة بإنسانيته أهم إشي إنسانية المريض طب هذا اللي بنركز عليه بشكل حقيقي يعني أهداف سامية وكبيرة وبيحملها هذا النظام الصحي نجاحه كيف توقعاتكم لإله في ظل التحضيرات أخذتوا حصة كبيرة تدريبات في شوية بعض الأمور اللوجستية والإلكترونية اللي يعني عمالكم بتحاولوا نطبقوها مع الوزارة بس كيف شايفين تطبيقوا على أرض الواقع التطبيق على أرض الواقع يعني أنا مش راحت مشكل كثير لأن النسوس الأساسية أنا مطبقها يعني بشكل أو بآخر يعني سواء كان مثل ما كنا توزيع الكوادر على تجمعات السكانية بشكل عادل وسهولة وصول المواطني للخدمات الصحية متوفرة بشكل كبير الرضا المجتمع على الخدمات الصحية جيد محاولاتنا دائما تثبيت الكوادر مثل ما حكينا أيضا دائما إحنا بنشجع كوادرنا على التعامل مع المواطنين باحترام بعدالة بدون تمييز تقديم كل أجود ما لديهم من خدمات ومعلومات وخدماتنا الصحية بنهتم أنه نقدمها بجودة عالية وهي اللي حصلنا عليها على المرتبة الثانية على مستوى الوطن وبنعتز بيها طبعا لأنه استطعنا نقل المحافظة من مركز 11 عن الوطن لمركز 2 وهذا طبعا قدت الجهود صحيح يعني هذي عفكرة من الأمور اللي بتبسط الواحد أنه مش متقدمين في ريال متقدم في الصحة مش مشكلة في هذا الموضوع كل الاحترام على الجهود هو تقدم في جانب يعني يؤدي لتقدم في الجوانب الأخرى كلها مرتبطة ببعضها أكيدا مفقين دكتور وأكيدا تمنى إن شاء الله تطبيق هذا النظام بكل فعالية ووصول لكل الأحداث اللي تم ذكرها سالفا في البرنامج احنا منشكر جزيرة شكر الدكتور عبد الفتاح الدرك مدير مديرية صحة طول كريم شكرا جزيلا شكر موصول لكم أيضا أهلا وسهلا بك